نظمت اليوم لجنة حوض بحيرة شات عبر برنامج التنمية المستدامة التابع للجنة ورشة إقليمية لدراسة وتقييم وثائق الخطة الرئيسية للطاقة لصالح عدد من المدن الورشة افتتح أعمالها المدير الفني للجنة حوض بحيرة شات تقرير آدم حسن مكاور للحد من فقر سكان حوض بحيرة شات المستفيدين من موارد وثروات البحيرة ووضع نظم وخطط استراتيجية حديثة للتنمية المستدامة هذا ما تهدف إليه هذه الورشة الإقليمية لدراسة وتقييم الخطة الرئيسية للطاقة الخشبية بكل من مدينة بانجي بجمهورية وسط إفريقيا ومدينة ديفا بجمهورية النيجر ومدينة ميدوغري بدولة نيجرية وكذا مدينة أنجمينة وفي مناسبة حفل اتتاح الورشة تحدث المنسق الإقليمي لبرنامج التنمية المستدامة لحوض بحيرة شاد عن أهمية هذه الورشة الإقليمية عملنا دراسة عامة دراسة عامة بتقص خط نشوف كيف استعمال الحطب أولو تعرفوا بكون الزهفة السهرة يعني الحطب يعني بقشية والناس يعني نشوفوا يعني أشياء آخر تقدر يعني يعني تستعمل يعني غير الحطب ولا كيف نشوفوا عن فات في المساحة هنا بهرالكيات كيف نشوفوا عن فات الحطب الناس يعني يقدروا يزرعوا وبيع بكان الناس يقدروا يشولوا منا المدير الفني لنجنة حوض بحيرة شاد بوبا كليمانا في كلمته الافتتاحية للورشة قال بأن الخطة تحتاج إلى التنسيق والتعاون المشترك لتنمية الطاقة الخشبية التي وصفها بالمورد الهام لسكان بحيرة شاد وأن التغيير المناخي يقلل من موالد البحيرة لذا يجب وضع خطة استراتيجية محكمة للاستفادة من الحطب والمحافظة عليه في ذات الوقت ومن المتوقع أن يخرج المشاركون في الورشة خلال اليومين بنتائج وملاحظات وتعديلات تأخذ بعين الاعتبار ترجمة نانسي قنقر